اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في وضوح فالقاعة بتجري حاليا اسمتها حاليا على وجه الحالي وانا بطالب ابنائي في الاعلام والتلفزيون المصري بعد ان ننتهي مشكورين احنا على بعد بالزبط تلات اربع خطاوية نعمل تقرير نعرض للشعب ماذا يتم في القاعة الان لابد الشعب يشوف بعينه ان القاعة حاليا العمل على قدم الوساق وزارة الداخلية بتسابق الوقت عايزة تخلص قبل عشرين يوم ورافضوا والاستقناف واحنا برضو ومعاهم بنرفض التأجيل لاي سبب حاولنا نعمل في هذه القاعة اذا كان هناك قصور فمعنش اعذروني ويعني انا هقول باسمي وباسم محكمة الاستقناف شكر خاص لمعالي وزير الداخلية شكر خاص لستاذ الدكتور احمد جاد مدير الاكاديمية يعني مش عارف اقول ايه وين ليه اوسامة المراسي وين ليه اوسامة الصغير على المجهود اللي عملوه في التجهيز لهذا المكان ان احنا نشتغل المهار دينا نبدأ الجلسة النيابة العامة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سيد الرئيس بشأن قرار المحكمة الوقارة بالجلسة الماضية بضم تقرير الطب الشرعي المتضمن للنتيجة النهائية لفحص حرز البندقية ماركت بنالي برقم 23.49 والبندقية ماركت موسمبرغ برقم 84.59 نتشرف بتقديم صورة رسمية من تقرير مصلحة الطب الشرعي في العريضة رقم 695 لسنة 2011 اعراض وسط القاهرة والخاص بفحص السلاحين المنوه عنهما والمؤرخ 7.4.2011 7.4.2011 يعمل وفق الاصول الميكانيكية المتعارف عليها وكل منهما صالح للاستخدام واشتما من فواهة كل منهما رائحة البرود تشير الى صبق الاطلاق من كل منهما في زمان تتعذر من الوجهة الفنية تحديده سيد الرئيس بالجلسة الماضية قدمت النيابة العامة صورة طبق الاصل من التحقيقات التكميلية التي اجرتها بشأن زخير قضاع الامن المركزي بوزارة الداخلية وقت الاحداث وارفقتها بملف الدعوة وقد يتساءل البعض لماذا قدمت النيابة العامة صورة طبق الاصل من تلك التحقيقات ولم تقدم اصلها للارفاق بالقضية الرهنة الحقيقة ان النيابة العامة ارادت ان تضع تحت بصل المحكمة الموقرة ما اصفرت عنه تلك التحقيقات حتى تاريخ الجلسة الماضية وكانت تنتوي استكمال التحقيقات وصيلا للقول الفصل في شأن ما بدأته من تحقيقات الا انه بعد صدور حكم المحكمة الموقرة الحكم التمهيدي بالجلسة الماضية وما تناوله في البند سالسا من تشكيل اللجنة المبينة بمنضوغه وتحديد مأمورية تلك اللجنة في الحكم فقد رأت النيابة العامة وبحق ان هيئة المحكمة الموقرة قد احاضت بتلك الوقاعة عن بصل وبصيرة ووضعتها في موضعها بين عناصر الدعوة وحددت في حكمها التمهيدي كافة النضاق التي يتضلبها السجلاء الحقيقة فيها ومن ثم رأت النيابة العامة الوقوف بتحقيقاتها بشأن تزخير قوات الامن المركزي عند الحد الذي بلغت وارفاق أصل تلك التحقيقات بملف الدعوة ومن سمف اننا نتقدم اليوم بأصل تلك التحقيقات وننوه الى انها أصلا للأوراق التي قدمت صورتها بالجلسة الماضية دون زيادة او نقصان بمشكرك شكرا اثبتوا سيد محمد ان النيابة العامة قدمت اصول التحقيقات التي قدمت صورتها الجلسة الماضية شكرا شكرا سيد الرئيس بالنسبة للحكم التمهيد الصادر من المحكمة الموقرة بالجلسة الماضية تتشرف النيابة العامة بعرض الاتي اولا بشأن اللجنة الاولى والتي امرت المحكمة بتشكيلها فقد ورد للنيابة العامة ما يفيد الاتي قيام السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الهندسة جماعة القاهرة بترشيح الأستاذ الدكتور عادل يحيى عقل رئيس مجلس قسم الهندسة الانشائية بالكلية رئيسا لللجنة وقيام الأستاذ الدكتور عميد كلية الهندسة جماعة عين شمس بترشيح الأستاذ الدكتور مراد عبدالقادر عبدالمحسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا وأستاذ العمارة بالكلية عضوا باللجنة وقيام السيد المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بترشيح الإدارة المحلية عضوا باللجنة وقيام السيد المستشار مساعد وزير العدل لغضاء الخبراء والضب الشرعي بترشيح المهندس المدني حسام عبدالعزيز صالح الخبير بإدارة خبراء الكسف غير المشروع عضوا باللجنة وقيام هيئة الرقابة الإدارية بترشيح السيد محمد فتحي عبدالله أبو نعمة عضو الرقابة الإدارية لعضوية تلك اللجنة وقد تنبع على حضراتهم بالحضور بجلسة اليوم لأداء اليمين القانونية موجودين موجودين كاملين ها موجودين الاسداز الدكتور عادل يحيى حق تفضل استاذ صبحي حرك نقرب لميكروفون بعد إذنكم فيه شكرا بسم الله العظيم لا لا بعد إذن حضرتك الميكروفون يقرب من حضرتك اسم حضرتك بالكامل عادل يحيى عقل عادل يحيى عقل السن 59 سنة 59 سنة الوظيفة الحالية رئيس مجلس قسم الهندسة الانشائية بكلية الهندسة جمع تقاهر بتكتبع سيد محمد سكن ومعلوم لدى جهة عمل دقيقة واحدة حضرتك هتقسم القسم زلتها سبت اتفضل اقسم القسم اللي قدام حضرتك اقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق ولا أقول إلا الحق استأذن حضرتك كنت بتحلف هتكون حضرتك بصصتي يعني اللي وراء قدام حضرتك واضحة وحضرتك هتيرى وهي بصصتي أبقى شاكر فضف اقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق ولا أقول إلا الحق سين ما هي سيارتك الزاتية لو حبينا نسأل حضرتك من أنت من أول تخرجك من الكلية لغاية دلوقتي مناصب حضرتك لتقلطته الأماكن الدكتورات بتاعت حضرتك في تخصص إيه في تلت سطور أنا تخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة سنة 1977 وعينت معيب بالكلية وأنا أعمل بالكلية من حينها معيبا ثم مدرس مساعد ثم مدرس حصلت على الدكتوراه في الهندسة الانشائية من الخارج وعودت إلى الوطن فورا انتهيت من رسالة الدكتوراه وعملت كمدرس في الكلية ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ وحاليا أشغل منصب رئيس مجلس قسم الهندسة الانشائية سين هل لديك أي رأي رسمي أو مستندي في الدعوة المطروحة حضرتك أبديت أي رأي في القضية دي من قبل لا لم يعلم هل تقبل أداء المهمة اللي حضرتك مكلف ديها أقبل إن شاء الله محكمة طلبت منه أداء القسم الأخر تفضل اقسم القسم الثاني أقسم بالله العظيم لأن أؤدي بالضمة والأمانة والعدل مهمتي المنتبب لها من قبل المحكمة شكرا تفضل سلونا أستاذ محمد أستاذ صبحي الملف والمأمورية المنوطة دي وسامة سلونا مع المأمورية والأستاذ الدكتور مراد عبد القادر عبد المحسن الاسم السلاسي اللي احب نوره صح؟ مراد عبد القادر عبد المحسن؟ كمان في السن؟ ستة وستين سنة تأتي الوظيفة ولا أستاذ؟ أستاذ في كليد الأندسة جامعة عن الشمس قسم العمار فكري مهلوم لدى جهة عمل أستاذ حضرتك في القسم الأول وحضرتك حب الصيلي أن أشهد بالحق ولا أقول إلا الحق سيم ما هي سيارتك ذاتية برضو في ثلاث سطور زغيرين من أنت؟ تخرجت عام 68 من كلية هندسة جامعة القاهرة عملت معيد بها سفرت إلى بعثة سفرت إلى بعثة في الخارج حصلت على الدكتورة من بريطانيا ثم أعدت عملت بكلية الهندسة جامعة عن الشمس بدأ من مدرس أستاذ مساعد أستاذ عينت وكيل للكلية ثم نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة ثم الآن بعد السن المعاش أعمل أستاذ في قسم الأمارة كلية الهندسة جامعة عن الشمس سين هل لديك سابقة رأي في الدعوة؟ حضرتك قدلت برأي قبل كده؟ أنت دبت في لجنة أي حاجة متعلقة بها زي الدعوة؟ لا ما حصلش بتقبل أداء المهمة المنطقة بحضرتك؟ إن شاء الله بأستاذر حضرتك أداء اليمين الأخرى وبرضو حضرتك هتنظر ليه شاكرا اتفضل أقسم بالله العوين بأن أدي بالذن والأمان والعدل مهمتي المنتجة من قبل لها من قبل المحكمة شاكر فضلك اتفضل بالتوفيق السيد كرم محمد أحمد عضو الجهاز المركزي المحاسبات اتفضل لا ديها واحد لا ديها واحد الاسم مضبوط كرم محمد أحمد كرم محمد أحمد علي كرم محمد أحمد علي سنك؟ تلاتة واربعين سنة الوظيفة الحالية؟ مراقب الجهاز المركزي المحاسبات شعبت محافظة شمال سينا ببور سعيد واحدة 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 عشان الراجل بيكتب وراجه مراقب الجهاز المركزي المحاسبات الشعبت محافظة شمال سيناء ببور سعيد ساكني معلوم برضو الجهة عملية استغزينك في اليمين الاول فضل وقصلي وقصلي بالله العظيم بأن اشهد بالحق ولا اقوله الا الحق فضل ناخد نبز عن حضرتك تعاني في جهاز مركز المحاسبات بس استغزينك واحدة واحدة عشان يعني يقدر يكتب فضل اولا خارج تجارة سهاج تعاني في جهاز مركز المحاسبات عام تلاتة وتسعين دل قاهرة ثم انتقلت لمحافظة الورد الجديد وحاليا تدردت في المناصب حتى وصلت لوظيفة مراقب الجهاز المركز المحاسبات بشهوة محافظة شمال سيناء بفرسعيد لا يا سيد محمد هل لديك سابقة رأي في هذه الدعوة او دعاوة مماثلة لها استسمح عدالة المحكمة ان اوضح امر ما فضل بتاريخ سبعة تمانية الفين واثناشر تم ندبي ضمن لجنة مشكلة من قبل جهاز الكسب غير المشروع بموجب قرار السيد المساشر وعيس هيئة الفحص والتحقيق في الشقوة رقم تسع وعشرين سيروي لسنة الفين وعداشر كسب غير مشروع رجاءا وحدة وحدة نحن قاتين للمحكمة للعمل وليس للانصراف فوحدة وحدة علشان يقدر بتاريخ سبعة تمانية الفين واثناشر تم ندبي ضمن لجنة مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع بموجب قرار السيد المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيق في الشقوة رقم تسع وعشرين سري لسنة الفين وعداشر كسب غير مشروع والمقينة ضد حسين كمال الدين ابراهيم سالم وذوي وذلك لفحص واقعت تخصيص الاراضي للمشكو في حقه في محافظة جنوم سيناء وما اذا كانت هناك لا انا مش عايز التفاصيل المهمة يعني انت كان لك رأي سابق في هذا الدار الورع ده مع حضرتك الورع اللي انت بتو قرار هيئة الفحص والتحقيق موجود معايا محمد اوعاطية ينزل يجيب لي الورع ده يوسر هم دعوة لا شأن لنا بالتقرير لو سمحت لك رأي في الورع خلاص نستغزينك سلم الورع مع حضرتك نستغزينك في الجلوس شاكر فضلك احنا بنشكرك على حضورك وعلى امانتك السيد المعندس حسام عبدالعزيز صالح الخبير بوزارة العدل مجاش لا احنا بنطمن انه موجود كلجنة مكملة مع بعض طيب السيد محمد فتحي عبدالله ابو نعمة عضوهاية الرقابة الادارية تفضل الاسم اللي احنا بنقوله صح محمد فتحي عبدالله ابو نعمة مصبوطي فانه السيد محمد السن سبعة وثلاثين سنة سبعة وثلاثين سنة عضو بحية الرقابة الادارية ايو فانه اه في شعبة معينة او تخصص يعني ليك تخصص معين في مجال الاسكان فيما في مجال الاسكان سكن معلوم لدى جهة عملي نستاذر حضرتك في القسم الاول واقسم بالله العظيم واستاذر حضرتك في المظهر ليه واقسم بالله العظيم بأن اشهد بالحق ولا اقول الا الحق طيب ناخد سيرة حضرتك الزيتية بعد اذنك فيه تلات سطور من غير ما يضر بعملك حضرتك اه اه انا دخلت كلها حربية اتخرجت من كلها حربية ساعة الفين اه عينت في الرقابة الادارية اه ساعة الفين وستة كيبا ومازلت في مجال الاسكان ومجالات اخرى من الفين وستة حتى تاريخه نعم بسيق سيد محمد هل لديك سمة معلومات او تحريات قمت بها باجراءة متعلقة بالقضية اللي احنا فيها لا يا فلم كان لك اي دور متابعة تنفيذ نشاط اي حاجة عملتها في القضية لا يا فلم خالص سين هل تقبل ايضاء المهمة اقبل يا فلم قبل بسم نستغذر حضرتك في القسم الاخر وان تنظر لي بعد اذنك اقسم بالله العظيم بان اؤدي بالزمة والامانة والعد مهمتي المنترب لها من قبل المحكمة التوفيق ان شاء الله شكرا فلم اللجنة الاولى بنعتبرها كده بقت جاهزة بس نستغذرهم في الجلوس اما كان النهيب العامة تفضل السينية التي امرت المحكمة المؤقرة بتشكيلها فقام السيد الاستاذ الدكتور عميد كلية الهندسة جماعة بورسعيد بترشيح الاستاذ الدكتور عضية محمود عضية الاستاذ بكلية هندسة البترول والتعدين جماعة خناة السويس والمعار حاليا بقسم هندسة البترول والغاز بالجامعة البريضانية رئيسا للجنة كما رشح السيد المهندس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كل من المهندس محمود عبد الحميد محمود مدير عام دراسات خطط التنمية بالشركة والمهندس رشاد محمد عبد الفتاح رئيس قسم بادارة عمليات المعالجة والتصدير بالشركة عضوين باللجنة كما قام السيد المستشار مساعد وزير العدل قضاعي الخبراء والطب الشرعي بترشيح السيد الخبير المحاسبي محمد فكري عبد الحميد الخبير بادارة خبراء الكسب غير المشروع عضوا باللجنة كما رشحت هيئة الرقابة الادارية السيد حسام رشاد عضو الهيئة لعضوية اللجنة المشكلة بقرار المحكمة اللجنة مكتملة عندنا هنا الاستاذ الدكتورة عطية محمود عطية يتفضل الاستاذ هاني حرك بملفك الاسم اللي احنا بنقوله مصبوط عطية محمود عطية تماما السن اربعة وخمسين سنة اربعة وخمسين سنة الوظيفة الحالية استاذ بقسم هندس لأ استاذ من حضرتك فرافة السوق استاذ بقسم هندسة البترول والغاز بالجمعة البريطانية سكني معلوم لدى جهة عملي السادسة وحضرتك في القسم الاول اقسم بالله العظيم ناظرا لي اقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق ولا اقول الا الحق سين ما هي سيرتك الزاتية في طلت سطور من انت تخرجت من كلية هندسة البترول عام الف وتسعمائة خمسة وتمانين عيمت بها معيدا ثم اه مدرسا ثم استاذ مساعد ثم استاذ ثم وكيل لكلية هندسة البترول ثم اه في ذلك الوقت ايضا اعمل بهندسة الهندسة كلية الهندسة جمعة برسعيد قسم الغاز والان معارم بكلية الهندسة اه قسم هندسة البترول الغاز بالجمعة البريطانية نقدر بقول حضرتك بتعمل اديه بقالك في الغاز الطبيعي في مجال تخصص الغاز الطبيعي مهدة او بتدرس فيه اكثر من عشرين عاما اكثر من عشرين البترول والغاز الطبيعي سين هلذاك اراء او تقارير تتعلق بالاضيه حضرتك اجليت بتقرير استشاري فني رأيي تخصصي اي حاجة متعلقة بالاضيه سين هل تقبل اعداء المهمة نعم ان شاء الله استعزم حضرتك في القسم الثاني اخسم بالله العظيم ورا ان اؤدي بالذمة والامانة والعد مهمة المنتدب لها من قبل المحكمة بالتوفيق ان شاء الله سلم الملافي وصفز هاني المهندس محمود عبد الحميد محمود يفعل يتفضل الاسم اللي بنقوله مصبوط محمود عبد الحميد محمود ولا فيه اضافة محمود 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 عبد الحميد محمود 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 سن حضرتك تمامية واربين سابع الوظيفة الحالية اه المدير عام بالشركة المصرية القبضة الغازات الطبيعية ومعارب اشغل وظيفة مساعد الوضع المنتدى بالعمليات بالشركة الاسبارية لإسارة الوعيات الشركة ليه المصرية الاسبارية لإسارة الغازة بسا كانه معلوم لدى جهة عملي تمام بفعل نسلزل حضرتك في القسم الاول ماظرا لي اقسم بالله العظيم بأن اشهد بالحق ولا اقول الا الحق سين ما هي سياراتك زيتها بردو خرقت من كلية هندسة بترول متعديل السويس قسم حفر وانتاج سنة تماميه وتماميه لا لايز حضرتك بصوت عالي وبطء شوية عشان الكل يكتب وحصل على مرتبة الشرف الاولى من الكلية انتحقت بالعمل ببعض شركات البترون منها شركة بدر الدين للبترون وبعد كده سفرت بره في العمل في بعض الشركات المشتركة مع شركة شيل بالخارج ثم عدت الى مصر اشتغلت في شركة مجويش البترون ثم اتحقت بالعمل بالشركة المصرية القادرة لغازات البترون من سنة الفين واثنين وحتى تاريخه اتحقت تدركت بالوظائف كلها حتى درجة مدير عام بالشركة حضرتك ما اشتغلتش في اي شركة متعلقة بالمتعام التاني اللي هو احسين سالم يعني لا يا فنم لا بس فيه شركة انا بشتغل فيها حاليا مع عضو مجلس ادارة فيها ودي كانت شركة منشاءة علشان تصدير الغاز للميونان ودي بيرقصها كان بيرقصها السيد مجد راسخ اولا ثم السيد راجلين حاليا هل تقبل اداء المهمة؟ ان شاء الله استنزلك في القسم الاخر اقسم بالله العظيم بان اودي بالزمة والامانة والعدل مهمتي المنتجب لها من قبل المحكمة بالتوفيق شكرا مزيد شكرا المهندس رشاد محمد عبد الفتاح اتفضل الاسم مزبوط رشاد محمد عبد الفتاح مزبوط افهم طيب السين منه ثلاثين سنة بالوظيفة الحالية رئيس قسم بقدارة اه انتبت عمليات واقسالة الغاز الشركة المصرية القبض الغازية الطبيعية شكرا طبعا مزيد 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 سيد محمد معنا ساكني معلوم لدي جهة عملي معلوم نستزل حضرتك في الخسم الاول اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم بأن اشهد بالحق ولا اقول الا الحق حالي فهمين نسمع سيرة حضرتك ازاياتية اتخذقت من كلية هندسة البترول سنة الفين وثلاثة ثم اتحقت بالشركة القبضة من الفين وستة ومقتها انا باعمل بالشركة القبضة لغاية دلوقتي حالي وقت سين هل لديك اراء او تقارير تتعلق بالقضية العضية المطروحة عندنا هل لديك رأي فيها لديك رأي او تقارير استشاري او اي حاجة بنتعلقة بيها لا يا فهمين فضلا سين هل تقبل ادائي المهمة اقبل ان شاء الله ان شاء الله حالي في القدوم استغذيناك اليمين الاخرى وبرضو هبصلي اتفضل اقسم بالله العظيم بأن اؤدي بالزمة والامانة والعدل مهمتي المنتجب اليها من قبل المحكمة بالتوفيق ان شاء الله اتفضل الخبير وزارة العدل محمد فكرة عب حميد حاسم رشاد محمد السن ثمانية وتلاتين سنة ثمانية وتلاتين سنة عضو بهية الرقابة الادارية ثمين سكن ومعلوم لدى جهة عملي استاذن حضرتك في القسم الاول اقسم بالله العظيم بأن اشهد بالحق ولا اقول الا الحق ناخد السيرة بتاعت حضرتك الزاتية انا اتخرجت من الكلية الحربية سنة خمسة وتسانين وبمحافظة اللي عمل بهاية الرقابة الادارية سنة الفين وثلاثة ونزلت بالعمل فيها بغادي تخصص اللي حضرتك بشغل فيه في الرقابة اه يعني هو اكثر من تخصص حاليا اه في محافظة حاليا برا اه في مطاقة المحليات يعني تمام تمام تمتلك يا سيد محمد تعالى سين هل لديك سابق اراء او معلومات او تحريات في القضية ابلت بمعلومات اشتركت بتحريات تتعلق بهذه القضية وما يدور حواليها لا يا سيد شكرا سين هل تقبل اعدائي المهمة اقبل ان شاء الله هل نستاذن حضرتك في اليمين الاخرى سين بالله العظيم بأن اؤدي بالذنة والامانة والعادل مهمتي المنتظب عليها من قبل المحكمة ونشكرك استاذ حاسم رشاد محمد بالتوفيق ان شاء الله تفضل النيابة العامة ثالثا بشأن اللجنة الثالثة والاخيرة التي شملها الحكم التمهيدي فقد قام السيد امين عام وزارة الدفاع بترشيح كل من السيد العقيد اركان حرب محمد عدلي عبدالواحد رئيسا للجنة السيد المقدم مروان دسوئي ابراهيم عضوا باللجنة كما رشحت السيدة الاستاذ الدكتورة رئيس قضاع الطب الشرعي كبير العضباء الشرعيين السيد الدكتورة عبدالكريم حسن بيومي مساعد كبير العضباء الشرعيين عضوا باللجنة السيد العقيد اركان حرب محمد عدلي عبدالواحد فليتفضل السيد الدكتورة عقيد اركان حرب بادارة الاسلحة والزخيرة وسكن المعلوم لدى جهة الإدارة نستذر حضرتك القسم الاول اقسم بالله العظيم وانا اشهد بالحق ولا اقول الا الحق هنا في اليوم ناخد سيرة حضرتك الزاتية تخرقت من الكلية الفنية العسكرية ساعة الف تسعمائة وتسعين حاصل على باكالوريوس الهندسة الميكانيكية الموجستيري للعلوم العسكرية وزميل كليات الحرب العليا خدمت في جميع الوظائف والخيادات المناسبة للرباتي في الاسلحة والزخيرة في الاسلحة والزخيرة بالك قدية من ساتسعين خمسة عشرين سنة 23 سنة السيد محمد هل لديك رأي فادق في القضية حضرتك قديت رأي في حاجة متعلقة بالقضية دي لا يا فاند وتقبل اياداء المهمة اقبل نستذر حضرتك اليمين الاخرى نظرا لي اخصم بالله العظيم وانه امدي بالغمة والامالة والعدل وهمتي المنتذب لها من قبل المحكمة اي استاذ اسامة سلم معالي الرئيس الصورة وهنقول له حضرتك خمس داي هتعملوا رؤساء اللي جاء تمام تتفضل حضرتك الورقة اللي هي بداية مهمة حضرتك السيد المقدم مراواند سوقي ابراهيم فليتفضل الاسم مظبوط سيد المقدم مراواند سوقي ابراهيم السن يعني عن تلاتين سنة السلاح اللي حضرتك بتعمل فيه اسلحة وزخيرة اسلحة وزخيرة استاذر حضرتك في القسم الاول اكسم بالله العظيم لا اشهد بالحق ولا اقول انا الحق كم ناخد سيرة حضرتك الذاتية انت خرقت في كلية الفنانية العسكرية سوية 1999 بكي رئيس هندسة كينيائية تخصص مفرقعات وعمل حاليا في مجال الزخيرة من امت؟ من سيرة 1999 ما شو سيد محمد؟ هل لديك رأي ثابت في القضية؟ قدلت برأي بمعلومة بتعريف استشاري؟ لا بتقبل اداء المهمة ان شاء الله بكر نستاذر حضرتك القسم الثاني اكسم بالله العظيم بأن نؤدي بالزمة والامانة والعدل مهمتي المنتجة لها من قبل المحكمة بالتوفيق وتفضل مكان بعد ان اقسمت اللجان كلها اليمين احنا هنبدأ نعمل فكرة ان الزملائي في الدائرة مشكورين هيبقى ليهم متابعة مع اللجان علشان تزليل العقابات اللي هتواجهكم احنا برضو هنقول رؤساء اللجان بالاسماء الاعلامية عشان يبقى سهل علينا وعلى المتابع لنا يبقى قادر يتابعنا بالنسبة للجنة الفيلات هيتفضل مشكورا صاحب المقام الرفية زميني وجد بيه عبد المنعم عضو يسار الدائرة هيتتقل مع اللجنة ويبدأ يشوف اذا كانت هتوجهها اي مشاكل او اي حاجة ومن خلال برضو التنسيق مع سعادة المحام العام محمد ابراهيم من المكتب الفني لمعاني النائب العام هيبدأ فيه تنسيق بحيث ان لما تواجهنا اي مشكلة نقدر نشوف ايه المطلوب بالنسبة للجنة المغاز الطبيعي هيتولى الاشراف عليها صاحب المقام الرفية ساعت المستشار اسماعيل بيه عوض رضو يمين الدائرة برضو مع الدكتور رئيس اللجنة اي مشكل هتوجهه هنحاول نحلها ونشوف ايه علشان اللجنة تستطيع اداء درها بالنسبة للجنة اللي احنا بنطلق عليها الاسلحة والزخير هيتولى الاشراف عليها زميلي صاحب المقام الرفية واجد بيه عبد المنعم اللجنة القوات المسلحة بالذات ملهاش ملف ممكن اللجنتين مثل فايتو كليهم ملف اللجنة هتنصق مع وجد بيه عز مينة اللي انها هتنتقل لما خازم النيابة في التجمع بمراجعة الاشياء المضبوطة الاحراز هيتم فضاها هتشوفها اللجنة الاماكن اللي ما هتطلب انها تنتقل اليها تنتقل بس انا بستأزم كل اللجان التلاتة ان يختروا المتهمين ودفعهم انهم من حقهم انهم يحضروا ويناقشوا ويبدوا ما يشاءوا بعد اذنكم طب هل اللي يحضروا اللي عايز يحضر يحضر ويتقدم ويقول اللي عايزه ده اللي جعله وان شاء الله طبعا بعد الجلسة اللي بيحب يلتقي من زمينا يقدر يلتقي ونبدأ ان يعمل التنسيق المطلوب احنا في طلب جالنا من محامي المتهم التاني بيقول ان ظروف المرضية حالة ان الجلسة اللي فاتت يحضر ويبدو طلباته فليتفضل الاستاذ خالد عبد الباصد المحامي المتهم التاني شكرا على المشروع للاستجارات الطلب فضل دكتور قرعب الباصد انا مع المتهم التاني التاني اسم اللي هي الموقرة ضم المكتبات المتبادلة بين جهاز المخابرات العامة وجهاز مباحث امن الدولة من تاريخ اكتوبر لسنة الفين وعشرة حتى واحد تلاتة الفين وعشرة وخاصة واحدة واحدة بعد اذنك عشان يكتب انا حديني استأذنك عشان انت كاء ولا انت عامل مذكرة او عن مذكرة طيب خلاص طيب فضل وخاصة المكتبات المتعلقة المتعلقة بدخول العنصر الاجنبي الى مصر وبخاصة المكاتبة الموجودة لدى جهاز مباحث امن الدولة قالوا اويدا من المخابرات مخاطبة مخاطبة جهاز مباحث امن الدولة باتخاذ الحيطة والحظر حيث دخل الى مصر خمس مجموعات مكبرة من كتائب عز الدين القسام حركة حماس الفلسطينية الى البلاد لاشاعة البلبلة والفوضى واقتحام جهاز مباحث امن الدولة والمخابرات والاستيلاء على ارشفهم ايضا المكاتبات الموسلة من جهاز مباحث امن الدولة ورصد تقرير المكاتبات التلفونية المتبادلة بين الجهازين التي توضح تفعيل عمل جهاز مباحث امن الدولة في الرصد والمتابعة للعناصر الاجنبية التي دخلت مصر في بداية صورة خمسة وعشرين يناير مما يستلزم ايضا يا سيدي ضم المكاتبات وتقارير الاتصال لمكتب امن الدولة بسيناء الذي قام به المتهم الثامن حسن محمد عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة الاسبق يوم 24.01.2011 مخاطبا مكتب امن الدولة سيناء بضرورة نقل جميع الارشيف الى مدرية امن سيناء وذلك لصبق وصد العنصر الاجنبي واحتمالية دخوله الى سيناء والذي بالفعل تم نقل جميع ارشيف مكتب امن الدولة سيناء الى مدرية امن سيناء وتم بعدها ضرب مكاتب امن الدولة سيناء بالارض جيه من قبل العنصر الاجنبي يوم 26.01.2011 عند اقتحام حدود مصر عن طريق الانطاق وهذا ما رصده جهاز مباحث امن الدولة ثانيا تبقى لما ورده بشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق امام محكمتكم بهيئة المغيرة باقراره في شهادته بانه تم ضبط عناصر فلسطينية في محيط ميدان التحرير والكلام عن لسانه وانا كنت بحصي يوميا من تم ضبطه على مستوى الجمهورية وكنت باختر به جميع الجهات السيادية في التولة بكشف ممن تم القبض عليه واقدم الى رئيس القوات المسلحة والمخابرات العامة وايضا والكلام الشاهد تم رصد بعض الاتصالات ما بين اشخاص من قطاع غزة وبعد افراد الاخوان المسلمين نلتمس من هياتكم الوقاة ضم الكشف المنوح عنه في شهادة اللواء محمود وجدي باسماء العناصر الفلسطينية والاجنبية وكيفية الضبط والجهة الشواطية التي قامت بهذا الضبط ثانيا تقرير رصد الابتصالات المنوح عنه بشهادة الشاهد ما بين اشخاص من قطاع غزة وبعد افراد الاخوان المسلمين ودور جهاز مباحث امن الدولة في هذا رصد ليتبين لنا ماذا قام به جهاز مباحث امن الدولة وقت ذلك ثالثا تبقى لشهادة اللواء محمود وجدي ايضا نلتمس ضم المكتبات الصادرة من وزارة الخارجية والموثلة الى وزارة الداخلية في غضون احداث صوت 25 يناير الموثلة من السيدة وفاء ناسيم مساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير وزير الخارجية من قنصل واملة بفلسطين وزالك بشأن وجود عشرات السيارات المهربة من مصر وانها لا زالت تحمل لوحات شرطة وحكومة بجميع انواعها بما فيها ما يطلق عليه الكروباز مضرع والموجودة بقطاع غزة وقد أوضح اللواء محمود وجدي بأنها عدة خطابات رابعا دقل الموضة بشهادة اللواء عمر سليمان هو عئيس جهاز مباحث امن الدولة في شهادته امام محكمتكم الموقعة بهيئة مغايرة لان تم الضم تقرير ورز المكالمات المنوعة عنها بشهادته من اكتوبر 2010 خاصة يومي 26 و27 واحد 2011 والذي ورد بشهادة اللي رأى عمر سليمان بانه تم ورز الاتصالات بين اعضاء من حماس وحزب الله وبين اعضاء من الاخوان المسلمين وكيفية اقتحام السجون وضرب نقطة الشيخ زويل وتهريب الاسلحة والزخائر ومفوقعات والغام والنشاط العسكري الذي قامت به كتائب عز الدين القسام الحدود المصرية من قطاع غزة وكيفية دخولهم الى مصر وكيفية اقتحام السجون والهجوم على اقسام الشرطة وكيفية تبادل المعلومات مع جهاز مباحث امن الدولة وتقرير امن الدولة المرسل الى المخابرات بتفعيل هذه المعلومات على الارض خامسا واخيرا كشف باسماء وجنسيات نزلاء فندق هيلتو ممسيس في الفترة من 24 واحد 2011 حتى يوم 65 2011 لنزبط لهيئاتكم بالمستندات بان هناك ارتباط بين هؤلاء النزلاء يوم 28 واحد حتى 31 وارتباط ذلك بالقضية 370 امن الدولة العولية لساة 2011 واللسا نوضحها في موافعتنا اذا استجابت المحكمة لذلك وهشكو هيئة المحكمة مين المذكرة بقى اسامة او عاطية اسبتلي عن الدفاع قدم مذكرة تمسك بما جاء فيها هترفع الجلسة لمدة 15 دقيقة ما حدش طلب حاجة لما طلبتش تكتب طلب دعا دعام طلب مصدد يعني جاني فين هو امعات يعني ما جانيش ما انا مش كان مفروض قبل الجلسة بسلمه للسكرتير فبيصلنا دعام طعب تفضل قوله هاتو يا عاطية دعام اه اه طيب اه لأ طيب هاتو يا عاطية ماشي هاتو المفروض كنا هسلمنا الطلبات كلها يا جماعة مرة واحدة احنا اتكلمنا الجلسة اللي فاتت احنا اتكلمنا الجلسة اللي فاتت الطلبات بتفضل برضو هنبقى برضو مصممين على الكتابة الكتابة يا جماعة بتدي صورة اكسر اضاحة مع الاضاحة اتكلمنا الجلسة اللي فاتت اتكلمنا الجلسة اللي فاتت بها امر بسيط وهو ان يتم مطابقة فوارغ الاسلحة المحرزة على زم هذه القضية مع فوارغ الاسلحة التي تم زبطها بمعرفة النيابة العامة والمحرزة على زم القضية المعروفة بالحرس الكامهوري اذا ازلت لي حاضر بس اعايز انا تكتب فترة حد لبيان عما اذا كان هناك اوجه تشابه او اوجه اختلاف واذا كانت الاسلحة المستخدمة هي ذات الاسلحة التي تم العصورة هو احنا مدين كل التلت لجان صلاحيات البحث ومع ذلك هتها ونضيف اي حاجة لإصار وجه الحق اسباتا او نفيا المحكمة ستنضي فيه مع الوستشار فطر انا اللي بطلبه ان هناك في التحقيقات اللي دارت في النيابة العامة بشأن احداث الحرس الجامهوري تم بمعرفة النيابة وجود فوارغ على اسطح العقارات وعلى الارض بمطلب متبقطها مع الفوارغ اللي تم دبطها ازلت لي اضافة للمأمورين ده عمر ازلت لي اكمل طلواتي اتفجر شكرا قلت بالجلسة الماضية سيدات الرئيس استاذي نحب السعر بالجلسة الماضية انا كنت طلبت طلب وهو من الهيئة الموقرة تكلف النيابة العامة بانها تضمننا الى هذه الدعوة الفيديوهات والسديهات الخاصة بفضايعة سمايو رابعة والنهضة منذ 14-8 حتى يوم 25-8 وصدر قرار الهيئة الموقرة دون ان تهضمن هذا الطلب لو برجوم الهيئة الموقرة ازا كان هناك غضاء في تكريف النيابة العامة في هذا الامر تصرح الهيئة الموقرة للدفاع باستقراك هذه الفيديوهات والفيديوهات انه ليس لما صفة للحصول عليها دون ان يكون هناك خرار من الهيئة الموقرة ومناسبة ان احنا بنحاول نستاذ من الوقت في زياد دعوة السعادة الرئيس ليه طلب يخص التحييات التكملية تأسلي؟ فتر يطلب الدفاع ويصر ان تفصل الهيئة الموقرة في مسألة اولية ودوهرية قبل الدخول في الموضوع الا وهو اعمال للقاعدة القانونية ما بنية على باطل فهو باطل وهذا الامر يتعلق بالتحقيقات التكملية التي ارفقتها النيابة العامة والمسمى بتحقيقات نيابة حماية الثورة وهذا الامر سيد الرئيس يترتب على الفصل فيه هل سيقوم الدفاع بقراءة هذه الاوراق وهل ستوجه للمتهمين ايا من الاشياء المتضمنة هذه التحقيقات التكملية ام ان لو تطبق القانون على هذا الامر واستبعدت هذه التحقيقات سكفى المؤمنون شرر القتال سيد الرئيس انا بوضح الجزئية جيل سببين حكم محكمة النقضة مع المستشار الذي يحمل رقم 654 لسنة 83 قضائية رجال قضاء جاء في حاسيات حكمه ثلاثة اشياء اعتبار التعديل الدستوري الذي صدر من رئيس البيمهورية السابق منعدي هذا التعديل الدستوري تضمن ثلاث امور عزل النائب المستشار عبدالجيد محمود تعيين النائب طلعة عبدالله انشاء نيابة حماية الثورة اذا انا بصدد تحقيقات واجراءات قانونية قامت بها النيابة العامة باجراء باطل قضية بحكم نهائي فيه ببطلانه وقرار الندل اتخاذ الاجراءات من السابق اعضاء النيابة العامة صدر من نائب عام صدر حكم ببطلان تعيينه وبالتالي يبطل كل ما تلاهه من اجراءات يبقى انا بصدد اجراءات وتحقيقات من النيابة العامة يشملها البطنال بحكم نهائي من محكمة النقل وفي هذا انا بأسس طلبي في ان احنا نفصل في هذه الجزئية مقدما لان نشوف احنا هنشتغل فيها لين فيها طلبات مش هنشتغلها يبقى المحكمة مشكورة بساعد في هذا الامر قبل ان ندخل في موضوع الدعوة عليك التزام ان تدافع عن متأمك اكتبات الشرق انت عليك انك تكتب اللي انت عايزه والمحكمة بطول هي اتنظر ماشي معاني مشاهلا انا باش رح هي اتنظر والمحكمة طول ما ترى مين طلب تالي بعد عزم عليك استدعاء السيد اللواء منصور العسوي لسماع شاهداته امام المحكمة الموقرة رغم سماع شاهداته امام هيئة مغيرة وذلك لصدور اقوال جديدة على لسان ثلاث هذه الشهادة كانت فيها معلومات همة ولاحقة وتدخل في الصلب موضوع الدعوة وموضوع الاتهامات المسندة للمتهمين منها على سبيل المثال في مدخلة البيزيونية مع المسيح عادل حمودة ذكر اللواء منصور العسوي ان الاخوان تحديدا هم الذين قاموا بقتل المتظاهرين من فوق اسطح العقارات المحيطة بوزارة الداخلية وقنصيهم بعد استئجارهم لهذه الاسطح وكذلك هم من كانوا فوق اسطح العقارات بالجامعة الامريكية وسأله المزيح لماذا لم تقل هذا من قبل وكان رده لانني توصلت لذلك من استمرار التحر والبحث حتى تأكدت من صحة تلك المعلومات هكذا جاء في اقوالي ولهذه الشهادة اهمية ان يكون لديه بعد التحريات والبحث ما نستطيع والمحكمة الموقرة ان تخرج بها مما غير وجه الفصل في الدعوة اذا ما سمعت الشاهد كما اوجبه القانون ومحكمة الله وشاكل الهيئة الموقرة حسي السلام شكرا جزيلا يا جماعة احنا اعرضنا الجلسة اللي فاتت اعرض ليا يا رجل لا انا بقول للأستاذ اللي فضل عن المؤتام العاشر فانا كلنا طلبنا في الجلسة السابقة سماع شهادة الواء مراد موافر رئيس جهاز المخابرات العامة السابق وسماع شهادة السيد الواء رئيس جهاز المخابرات العامة الحالة ولم نعلم قرار المحكمة بشان طلبنا رئيس هو هل مطلوب من المحكمة ليقول حاجة انطلع كل يوم نقول لعنوافق على دولتها ولا بيبقى فيه تنظيم للعمل عند المحكمة يعني انت اسبرت طلبك انت اللي تطميمه ليه ان الطلب هاد سجل قدام المحكمة ام لا مكتوب في محضر الجلسة وانا انا بنصر على هزا الطلب لا هميز اقرأ اعزان المحكمة بقول للمحكمة ان الطلب مكتوب يدرس بالقصادة على هزا الطلب كحت عمر شكرا رئيس اه مستاذن العودة مرة اخرى هيكون بالضبط اتناشر ونص وبعد الجلسة واستبدال العضو كرم محمد احمد علي يعني انا هولي المسمى عشان الناس تبقى مستوى اللي هي لجنة الفلات يعني استبدلناها بالسيد وكيل الوزارة ورئيس قطاع الرقابة على الحكم المحلي بجنوب سيناء اتنين استبدال العضو المهندس محمود عبد الحميد محمود محمد بلجنة الغاز باخر بذات التخصص وحددنا جلسة 19 عشرة 2013 ليحلف العضوين اليمين القانونية بيبدأ الرأي بالزمة دي الاحكام القرارات قرارات المحكمة التأجيل لجلسة السبت الموافق 19 عشرة 2013 بس قبل ما اقوله المحكمة بتمشي في حاجة اللي احنا قلنا عليها من الاول اللي هو التنقيب عن الحقيقة التنقيب واخد وجهين اللي احنا بنسميه التحقيق بس الناس اعتادت على ان كلمة التحقيق يعني السين ويدين احنا في الجلسة اللي فاتت سلكنا طريق كسف الحقيقة بالخبراء من الجلسة اللي جاية هنصلك الطريق اللي بتقول المتعارف عندنا جميعا اللي هو التحقيق هنبدأ نقول اسماء ومواعيد كل الناس اللي احنا هنستديها فانا برضو هحاول اقرب راه علشان الكتاب التأجيل زي ما انا قلت 19 عشرة وعلى نيابة العامة تنفيذ ما سيطلع واحد الاعلام بالحضور لتلك الجلسة اللي هي جلسة 19 عشرة 2013 من المناقشة في الساعة العاشرة صباحا للسيد اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الاسبت وفي الساعة الثانية عشرة ظهرة للسيد اللواء مصطفى عبدالنبي رئيس هيئة الامن القومي ده في يوم السبت في يوم الاحد الموافق 20 عشرة 2013 يعني في اليوم التالي هيكون في الساعة العاشرة صباحا السيد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الهزراء الاسبت وفي الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا السيد اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبت وفي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرة السيد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والطاقة الحاد في يوم الاثنين الموافق 21 اكتوبا في الساعة العاشرة صباحا السيد اللواء اركان حرب حسن احمد محمد الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق وفي الساعة الثانية عشرة ظهرة المقدم عمر بن دردير رئيس مباح السجن المنية في 25 يناير 2011 رابعا وحفاظا على الامن القومي والصالح العام تكرر ايقاف البث المباشر موقع الجلسات المنعقدة في ايام 19 2021 من شهر اكتوبا مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات باي وسيلة من وسائل النشر المرئية او المقروعة او المسموعة المصرية منها او الاجنبية وهذا لا يخالف عهدي مع الاعلام انا قلت من الاول ان الجلسات الشعب هيعلم كل حاجة الا جلسات التحقيق حتى نتيح للشاهد ان يقف ويضلي برأيه فليغفر ليه الاعلام ما سنجد منه من رواية لا تتعلق بالامن القومي قاعد نكون القناة الشرعية للوصول من الاعلام برواية الشاهد لكن اما وان الشاهداء تمثل امن القومي فلتقبلوا هذا اتنين مع تكليف السيد الاستاذ المستشار صاحب المقام الرفيه هشام بي بركات النائب العام او من يندبه لتفعيل القانون فورا قبل المخالفين لقرار المحكمة بحظر النشر ثلاثة اختار السيد اللواء اسامة الصغير مساعد اول وزير الداخلية لامن القاهرة باقتصار الحضور لقاعة المحاكمة بتلك الجلسات السلاسة المقبلة على المتهنين وزويهم والسادة المحامين الموكلين سواء من المجنية عليهم او المتهنين والمصرح لهم آنفا وكتابة بالحضور والمدرجين بالبيان الجانع المسلم بجلسة اليوم للسيد اللواء يحيى العراقي مسؤول قمد المحكمة الكشف بالحضور اعق يستلمون سيادة اللواء والصورة الاخرى اللي هتتولى النيابة العامة مسكورة اختار الداخلية هتتسلمها ساعة المستشار محمد بيبراهيم المحام العام بمكتب الفني ساعة النائع العام اربعة يحذر على المأزون لهم دخول قاعة المحاكمة بأيا من وسائل التقنية الحديثة للتسجيل او التصوير بها كاجهزة الهواتف النقالة اللي احنا بنسميها الموبايل او اجهزة الحاسوب المحمول اللي هو اللابتوب او اللوحية اللي هي بتسمى تابلت او الايباد وخلافه من وسائل الاستبقاء وانما يتجاوز الحصر تحرر له مذكرة ويعرض علينا بما خالف اخر حاجة امرت المحكمة باستمرار حبس المتهم حبيب ابراهيم حبيب العجل على زمة القضية وتنبه على باقي المتهمين الحاضرين بالجلسة المقبلة في 19 اكتوبر سنة 2013 رفع في الجلسة رفع في الجلسة اشتركوا في القناة